الذكرى السادسة لانتخاب الرئيس هادي 21 فبراير من العام 2012 كان مرحلة فاصلة في نضال الشعب اليمني نحو الديمقراطية ورفض الانقلاب على الجمهورية ملايين اليمنيين توجهوا في 21 فبراير لانتخاب الرئيس عبد الرب منصور هادي لرئاسة الجمهورية لطي صفحة صالح التي ترفض التخلي عن الحكم وتسعى لاستمرار الهيمنة وامتلاك اليمن بشعبه ودولته وثرواته وجاءت عملية الانتخاب وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عقب الثورة الشعبية السلمية تصادف اليوم الذكرى السادسة لعملية الانتقال الديمقراطي الذي انقلب عليها تحالف المؤتمر العائلي مع كهنوت الامامة السلالية بعملية مسلحة تمت في فترات متقاربة ابتداء من نهاية العام 2013 وحتى اسقاط صنعاء في ستمبر 2014 ومطلع 2015 وفي الحادي والعشرين من فبراير 2015 تمكن الرئيس هادي من مغادرة صنعاء صوب عدن ليدشنا عملية مقاومة شعبية ورسمية بدعم عربي ضد تحالف الانقلاب بين المؤتمر الصالحي والامامة الهاشمية ورغم مرارة الاحداث المأساوية التي عصفت باليمن منذ الانقلاب على الشرعية فإن الحادي والعشرين من فبراير لا تزال تمثل ذكرى وبارقة أمل للمستقبل بالنسبة لليمنيين كونها تحسم بلا عودة طريق الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع والديمقراطية ورفض كل مشروعيات القوة والعنف والكهنوت